موسيقى نشرة تاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين الهلال الاحمر ببنغازي ينتشل تسعة جثث من مقبرة جماعية بمنطقة الهواري والاشتباكات مستمرة بالاسلحة الثقيلة في محاول الهواري والصابر ومصنع الاسمنت مقتلوا طفلتين في غارة شنتها طائرة مجهولة على منطقة الزعفران بسرط وشورى مجاهد دارنا يؤكد مقتل اربعة عناصر مما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الظهر الحمر اعضاء لجنة الحوار السياسي يجتمعون في العاصمة التونسية لمناقشة الخطوات التالية لتنفيذ اتفاق السفرات اهلا بكم اكد احد منتسبين مجلس شورى ثوار بنغازي عبداللطيف محمد مقتل اثنين من عناصر مجلس شورى الثوار مساء امس اثر سقوط قذيفة على منطقة الامريسة واضف محمد لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الاشتباكات لا تزال مستمرة بالاسلحة الثقيلة في محاول الهواري والصابر ومصنع الاسمنت مشيرا الى استمرار سيطرة مجلس شورى الثوار على مصنع الاسمنت ونوها عبداللطيف محمد الى قيام الطيران الحربية التابعة لحفتر بقصف تمركزات عناصر مجلس الثوار بالقرب من مستشفى الجمهورية ومنطقة الثامة والغوارثشا انتشل فريق البحث عن الجثث تابع للهلال الاحمر الليبي فرع بنغازي تسع جثث من مقبرة جماعية خلف معسكر رفال السحات بمنطقة الهواري ببنغازي وقال الناطق الرسمي باسم فرع الهلال الاحمر في بنغازي توفيق الشكر لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الجثث المنتشلة كانت متحللة مما يصعب عملية التعرف على هوية اصحابها وقد استغرقت عملية انتشالها حوالي اربع ساعات متواصلة واضف الشكر ان عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الاستخبارات العسكرية ببنغازي وقد تم نقل الجثث لمركز بنغازي الطبي لاجراء التحاليل اللازمة اكد رئيس المجلس المحلي سرط عبدالفتاح السيوي مقتل طفلتين بسبب غارة جنتها طائرة مجهولة في منطقة الزعفران بالقرب من مصنع الاعلاف واستهدفت منزلا به مواطنون واوضح السيوي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان المرجح ان يكون المقصود من الغارة مكانا اخر داعيا المواطنين الى الابتعاد عن المناطق التي يوجد فيها ما يعرف بتنظيم الدولة بسبب عدم دقة الغارات الجوية في بعض الاحيان على حد قوله وطلب السيوي العائلات الاجنبية الموجودة في سرط بالخروج من المدينة حتى لا تتعرض للاذى في حال تحريرها مما يعرف بتنظيم الدولة ولابعاد الشبهات عنهم باعتبار ان اغلب مقاتل التنظيم بين الاجانب وفق المصدر هذا وقد شكلت لجنة الازمة بسرط لجانا فرعية بترابلس ومصراتة والخمس وترهونة لحصر الاسر النازحة وفقا لكتيبات العائلة والرقم الوطني بالتعاون مع مكاتب الشؤون الاجتماعية بتلك المدن واوضح رئيس المجلس المحلي سرط عبدالفتاح السيوي ان لجنة الازمة اتفقت في اجتماعها الاول بمدينة مصراتة على التنسيق مع المنظمات الدولية والصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الخيرية لتقديم المساعدات لنازح سرط الذين تجاوز عددهم ثمانية الاف عائلة بحسب قوله واشار السيوي الى المشاكل التي يعاني منها النازحون مثل ارتفاع اسعار الاجارات وعدم توفر السيولة المالية بالمصارف وتوقف الدراسة بجامعة سرط وغيرها قال الناطق باسم الخارجية الامريكية ناثان تيك في لقاء خاص مع قناة ليبيا لكل الاحرار ان الولايات المتحدة لن تتردد مستقبلا في القيام بعمليات نوعية ضد قادة او مواقع لما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا مشيرا الى ان العلاج الامثل للازمة هو الحل السياسي الاعلاج الافضل لتفشي الارهاب في ليبيا طبعا هو الحل السياسي وهو يعني اقامة حكومة الوفاق الوطني لذلك نحن سوف نستخدم كافة الادوات التبنماسية والسياسية المتوفرة لدينا لدعم جهود الامم المتحدة للتوصل الى نوع من الحل السياسي في درنا قال مصدر من مجلس شورى مجاهدي المدينة وضواحيها فضل عدم الكشف عن هويته ان اربعة عناصر مما يعرف بتنظيم الدولة قتلوا في منطقة الظهر الحمر اثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة واضح المصدر ان عناصر التنظيم حاولوا تسلل خلف خطوط قوات مجلس الشورى عبر طرق عدة في محاولة لزرع عبوات ناسفة تستهدف آليات المجلس الا ان وحدة الرصد التابعة للمجلس تمكنت من رصدهم ونصب كمين لهم وهو ما اسفر عن مقتل اربعة من عناصر التنظيم اكد عضو سرية شهداء الغربلية تابعة للمجلس العسكري في صبراتا سامي الغرابلي ارتفاع عدد من قبض عليهم من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة صبراتا الى اكثر من خمسين شخصا منذ بداية العملية العسكرية ضد التنظيم واضاف الغرابلي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان من بين المقبوض عليهم قيادات تحمل الجنسية الليبية اضافة الى عناصر من جنسيات اجنبية كان اغلبهم من تونس كما اشار الغرابلي لاستمرار عمليات التمشيط التي تقوم بها السرايا التابعة للمجلس العسكري في صبراتا ضد ما تبقى من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة وضواحيها سلم المجلس البلد في سرمان ثماني جثث من بينهم ست لاشخاص يحملون الجنسية التونسية وايطاليان اثنان كانوا قد قتلوا في اشتباكات صبراتا الاخيرة مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة لمكتب النائب العام بترابلس وقال رئيس المجلس البلد في سرمان محمد الكوني لقناة ليبيا لكل الاحرار انه تم التعرف على هوية التونسيين من احدى المحتجزات التي تم القبض عليها عقب اشتباكات مدينة صبراتا الاخيرة اما بالنسبة الى الايطاليين فقد تم التعرف عليهم بحسب الكوني من قبل الشركة النفطية التي كانا يعملان بها بالقرب من مدينة زوارة قال رئيس المجلس الاعلى لقبائل الزنتان شعبان العمياني ان مجموعة مسلحة تتبع لما يعرف بتنظيم الدولة اختطفت مساء امس شخصين وسيارة تتبع لرئيس شعبة المرور بمدينة الزنتان في منطقة مزدة واضف العمياني لقناة ليبيا لكل الاحرار ان شبابا من مدينة الزنتان قاموا بملاحقة المجموعة والاشتباك معها الامر الذي اجبر الاخيرة على ترك سيارة واشار رئيس المجلس الاعلى لقبائل الزنتان الى ان المجموعة تتمكنت من اختطاف الشخصين والانسحاب في اتجاه مدينة بنيوليد سياسيا يعقد اعضاء لجنة الحوار السياسي اليوم بالعاصمة التونسية وبحضور المبعوث الاممي مارتين كوبلر اجتماعا لمناقشة الخطوات التالية لاستكمال تنفيذ اتفاق السخرات الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي واكد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان هذا الحوار الليبي الليبي هو الوحيد الذي يمكن العمل به والوحيد الذي يمكن ان ينجح واشار مصدر من داخل الاجتماع فضل عدم الكشف عن هويته الى تعرق للمفاوضات وعدم تقدمها بحسب قوله دعا عضو مجلس النواب فتح بشاغة الاطراف السياسية الى العمل بجدية على احترام واعتماد ارادة الاغلبية من اعضاء مجلس النواب الذين عبروا عن منحهم الثقة لحكومة الوفاق الوطني كما طلب بشاغة كافة الاطراف بالتحلي بالمسئولية والشجاعة والمبادرة بوضع مصلحة الوطن وتطلعات الشعب فوق كل اعتبار وضف بشاغة نظروف القاهرة التي حالت دون انعقاد جلسة مجلس النواب شكليا يجب ان لا تكون سببا لاهدار ارادة الاغلبية وتغليب رأي الاقلية المتطرفة بحسب وصفه اكد بيان صادر عن دار الافتاء وجوب دعم جهود التوافق المبذولة من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب وحثهما على سرعة التوصل الى توافق يجنب البلاد المزيد من الدمار والانقسام داعيا قبائل برغا واعيانها الى دعم تلك الجهود كما دعا البيان القوات التابعة لرئاسة اركان المؤتمر الوطني العام الى تلبية الاوامر في دعم منوصفهم باخوانهم في بنغازي مطالبا حكومة الانقاذ الوطني والمؤتمر الوطني العام بتوفير الامكانيات اللازمة لثوار مدينتي درنة وبنغازي وطالب بيان دار الافتاء دول العالم بادانة عمليات التدمير العشوائية التي يقوم بها حفتر عبر قصف الاحياء السكنية في بنغازي بالبراميل المتفجرة والاسلحة الثقيلة معبرا عن السنكاره في الوقت نفسه لأي تدخل اجنبي في ليبيا تحت اي ذريعة بحسب البيان ورأى المحلل السياسي محمود اسماعيل ان ليبيا تحتاج الى عمل الجميع من اجل الوصول الى التوافق داعيا الى ضم مسارات الحوار المختلفة الى المسار القائم برعاية الامم المتحدة ادرك مدى مخابف بالبعض وامكانية ان يكون يسعهم الاتفاق من عدمه ولكن لماذا لا يتم ادماج ما يتعلق بما تم التوصل اليه بطرابلس وبعض الموجودين بطبرق الى البداية الاتفاق وان يسير بنفس الركب من جهة اكد وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني ان بلاده لن ترسل قوات عسكرية الى ليبيا الا بناء على طلب لن تنجز او لن تنجر وراء ما سماها طبول الحرب في ليبيا واضح جنتيلوني ان اي تدخل دون موافقة الحكومة الليبية سيعقد الوضع اكثر مشيرا الى ان ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا يمثل تهديدا حقيقيا لايطاليا وان التدخلات العسكرية ليست الحل وقال الوزير الايطالي انه لا يستبعد شن ضربات محددة ضد التنظيم باسم حكومة الوفاق الوطني مضيفا ان استخدام القوة في النهاية لا ينبغي النظر اليه باعتباره السبيل الوحيد لمساعدة ليبيا هذا واعتبر وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت ان الوضع في ليبيا يمثل تهديدا مشتركا لكل من اوروبا ومصر واضف ايرولت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري ان تركيز الان على المسار السياسي في ليبيا مشيرا الى ان وجود حكومة وفاق وطني سيعزز دعم المجتمع الدولي لليبيا في مكافحة الارهاب بحسب قوله اكدت تونس ومصر اهمية مواصلة التشاور وتنسيق المواقف بما يسهم في دفع التسوية السياسية في ليبيا والاسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسلمها لمهامها جاء ذلك في لقاء وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي ونظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماعات الدورة الخامسة والاربعين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يشار الى ان تونس دعت الى عقد اجتماع لدول الجوار الليبي في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس الجاري في العاصمة التونسية رفض وزير الخارجية بحكومة الانقاذ الوطني علي بوزعكوك تحميل سياسيين ووسائل اعلام بتونس مسئولية ما يجري في الجنوب التونسي لليبيا وفي مؤتمر صحفي اليوم بترابلس دعا بوزعكوك السلطات التونسية الى الانتباه الى ما اسماها محاولات للاضرار بالعلاقات بين البلدين على شقائنا في تونس التفطن للدور الذي تلعبه الدول الاقليمية في تمويلها للارهاب والتدخل في شأن تونس لافشال ثورة شعبها واجبارها للخضوع لارادتها مستغلين في ذلك وطأة الوضع الاقتصادي والتدهور الامني وضرب العلاقات التاريخية بيننا وبين تونس نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل ديوان المحاسبة بترابلس يعلن فتح الاعتمادات المستندية لتوفير استلع الأساسية وعددا من الإجراءات لتسريع تدفق الأموال في المصارف اعتبارا من الأسبوع القادم الهلال الهلال الأحمر ببنغازي ينتشل تسعة جثث من مقبرة جماعية بمنطقة الهواري والاشتباكات مستمرة بالأسلحة الثقيلة في محاور الهواري والصابري ومصنع الاسمنت مقتل طفلتين في غارة شدتها طائرة مجهولة على منطقة الزعفران بسرط وشورى مجهيد درنا يؤكد مقتل أربعة عناصر مما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الظهر الحمر أعضاء لجنة الحوار السياسي يجتمعون في العاصمة التونسية لمناقشة الخطوات التالية لتنفيذ اتفاق صخيرات أهلا بكم مجددا قال عضو المجلس البلدي لمدينة سبهة غد في بوسعدة إن إدارة مركز سبهة الطبي قررت استئناف العمل بالمركز بعد يوم واحد من قرارها تعليق العمل داخل المركز بسبب الاعتداءات المتكررة التي طالت العاملين به وأوضح بوسعدة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاجتماع الذي عقد في مقر بلد سبهة نتج عنه تشكيل لجنة تتكون من لجنة الصحة بالمجلس البلدي وأمر القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب ومدير الأمن المركزي ومدير أمن سبهة وتم الاتفاق على توفير مديرية الأمن لمجموعة من عناصر شرطة النجدة لحماية المركز وأشار بوسعدة إلى أن المركز يعاني من نقص حاد في الأدوية ونفاد دواء التخدير المستخدم في العمليات مما نتج عنه إيقاف العمليات داخل المركز مناشدا وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ بالتدخل السريع لتجاوز هذا النقص أعلن ديوان المحاسبة بترابلس عن اتفاق كل من المؤتمر الوطني ومصر في ليبيا المركز وحكومة الإنقاذ على فتح الاعتمادات المستندية لتوفير السلع الأساسية ومواد أخرى وعن تفعيل البطاقات الاعتمانية والحوالات الخارجية للأغراض الشخصية وتفعيل نقاط البيع وأوضح ديوان المحاسبة عبر صفحة الرسمية على موقع فيسبوك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار معالجة أزمة السيولة التي تمر بها الدولة مشيرا فوق الأموال في المصارف اعتبارا من الأسبوع القادم بحسب قوله وفي السياقة كدت حكومة الإنقاذ الوطني في بيان لها اتخاذ جملة من الإجراءات تقود إلى توفير السيولة بالمصارف من خلال تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لتوريد السلع الأساسية والأدوية وأشارت الحكومة إلى أنها أصدرت تعليماتها للجهات التابعة لها بتنفيذ ما صدر عن مصر في ليبيا المركز وديوان المحاسبة بخصوص فتح الاعتمادات المستندية بسعر الصرف الرسمي مطالبة باتخاذ الإجراءات ضد من ارتكبوا ما يمكن اعتباره جرائم اقتصادية مثل توريد حاويات فارغة أو تهريب العملة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص قال وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ علي المحجوب إن وزارة الاقتصاد شرعت في التصديق على فواتير المستوردين طبقا لطلبات مصر في ليبيا المركزي وفي مؤتمر صحفي مساء اليوم بطرابلس أكد المحجوب أنه جرى الاتفاق مع مصر في ليبيا المركزي وديوان المحاسبة على جملة من تدابير للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تفقت اللجنة على تمييز التجار والموردين الذين يحتفظون بأرصدتهم في حساباتهم المصرفية ولم يقوموا بسحبها خلال الفترة الماضية يقوم مصرف ليبيا المركزي بتشكيل لجنة لمتابعة عملية المقاصة ما بين فروع المصارف لتعزيز عملية التبادل من خلال سكوك وليس من خلال النقد أيضا أوصت اللجنة على مصرف ليبيا المركزي بأن يقوم بالعمل على التنصيق مع المصرف التجارية لتعزيز عمليات البيع الإلكتروني إلى ذلك أكد المحجوب أنه تم الاتفاق كذلك على تسوية أوضاع التجار المتهمين بمخالفات وأوضح أنه ستتم إحالة المخالفات التي تشكل جرائم اقتصادية إلى القضاء وتسوية المخالفات الأخرى اتفقت للجنة مع مصرف فيبيا المركز وديوان المحاسبة على ضرورة الفصل في أوضاع التجار الذين ارتكبوا مخالفات خلال الفترة الماضية وبالتالي إحالة من ترتقي مخالفاتهم لمستوى الجرام الاقتصادية لجهاد الاقتصاد ليتم اتخاذ إجراء بخصوصهم ومن ثبت تورطهم في تهريب عملة أو توريد حاويات فارغة أو بضايا فاسدة أما من تعتبر مخالفاتهم هي تجاوزات بسيطة يمكن التغاضي عنها عن طريق تصحيح الأوضاع مع مصلحة الجمارك فسوف يتم تصحيح أوضاعهم احتضنت جامعة مصرات أعمال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقاذ وبحضور رؤساء الجامعات الليبية وعدد من رؤساء الهيئات التقنية وبحث الاجتماع الذي احتضنته كلية زراعة سبل التعامل مع مشكلات التعليم العالي في البلاد في ظل الأوضاع الحالية كما تطرق إلى أوضاع الطلاب النازحين والميزانيات التشغيلية للجامعات وبحث رؤساء الجامعات كذلك تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي وبرامج الدراسات العليا في الجامعات الليبية هناك العديد من الموضيع المطروحة أبرزها قانون الجامعات والمرهض حوله وبرامج الدراسات العليا لنيل درجتي المجلسير والدكتوراه في بعض الجامعات التي اقترحتها عندنا اليوم هذه تعد فرصة يتباحت فيها رؤساء الجامعات لهم يشكلون أعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي لمحاولة أو وضع الخطط الاستراتيجية لحل حالة الكثير من القضايا والسير قدما بالعملية التعليمية تحت شعار أمراض كل الأطفال والتحرك المبكر لمنعها أحيت وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ اليوم العالمي للكلة حيث تم تقديم عرض توضحي لقاعدة بيانات مركز الكل في ليبيا والتي أظهرت صابت أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين مريضا في ليبيا كما تم خلال اللقاء طرح المشكلات التي تواجه مراكز وأقسام ووحدات الكل في توفير احتياجات المرضى لمواجهة وعلاج هذا المرض اليوم هذا هو طبعا صحيح مخصص من منظمة الصحة العالمية للاحتفال والتوعية والتتقيف الصحي الخاص بمرضى بالنسبة لنا في وزارة الصحة وبالنسبة لدارة اللي نشتغل فيها ندارة العاية الصحية الأولية ركزوا ديما عن المراحل المبكرة قبل ما يوصل للمريض في مرحلة الفشل الكلوي قبل ما يوصل في مرحلة المضاعفات نحاولوا ندخل في مرحلة المبكرة وقبل ختام وقبل ختام التاسع اليكم تذكيرا بعنوينها الهلال الأحمر ببنغازي ينتشل تسع جثث من مقبرة جماعية بمنطقة الهواري والاشتباكات مستمرة بالأسلحة الثقيلة في محاول الهواري والصابر ومصنع الاسمنت مقتل طفلتين في غارة شنتها طائرة مجهولة على منطقة الزعفران بسرط وشور مجهيد درنا يؤكد مقتل أربعة عناصر مما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الظهر الحمر وأعضاء لجنة الحوار السياسي يجتمعون في العاصمة التونسية لمناقشة الخطوات التالية لتنفيذ اتفاق الصغيرات ختام التاسع في أمن الله اشتركوا في القناة